هلا شباب السلام عليكم حلقة اليوم راح تكون طلب من ابو اسامة ومن الناس اللي قاعد يتابعونا على اليوتيوب طبعا قال لي الرجال بما انه هو قاعد يدير القناة بانه جانتي احنا نحتاج انه نجاوب عن الناس اللي قاعد يسألون الاسئلة اللي قاعد تجينا على اليوتيوب سقلت له ما اكو مشكلة قال اذا انه نسوي حلقة نجاوب بيها على اسئلة وان شاء الله كل يومين ثلاثة يعني بالاسبوع راح تنزل حلقتين او ثلاثة بس نجاوب على اسئلة اللي شباب يسألون بيها وعلى موضة الكل يستفاد من هاي الاسئلة راح نبلش بيها هسا مثلا اليوم محمد دازلي مجموعة اسئلة نجاوب عليها هناك سؤال يقول انه كافتن شنو الفيتامينات اللي تفيدني بالدراسة رغم انا انام بوكت بس احسب خمول دائما اول شيء اول شيء الدراسة احنا كنت ندري كله زين بانه الشخص لازم يركز بهذا الموضوع الشغلة مو شغلة بس فيتامينات لازم انت تعرف بانه انت جاعد تسوي ثاني شيء ما تجبر نفسك على الدراسة يعني ما اريد اقول اكون فيلسوف بهذا الموضوع على موضوع بس اقول لك على الاسباب البالبداية الدراسة الها وقتها الها وقتها تمام زين الفيتامينات اللي تفيدنا هنا بتقوية الذاكرة او اللي تفرز هرمونات السعادة او اللي تخليك تنتبه اكثر اول شيء لا تدرس وانت جوعان هاي اول شيء الله اقول لك اياها لا تدرس وانت جوعان ثاني شيء اكثر شيء يغذي العقل يغذي العقل المخ هو السكر الاحادي تمام والزبدة هذاني اول اثنين يغذن المخ ماتك يعني اول ما تقعد من النوم مباشرة حتى عالميا عالميا موجودة بكل الهوتيلات العالمية تلاقي الفطور دائما يكون اكو زبدة واكم ربا وياها على مدى تنشط عقلك لانه هذا العقل يتغذى لا على البروتينات ولا على شيء ثاني العقل يتغذى على السعرات الحرارية السكر الاحادي والدهون الصحية سوى الزبدة والسكر هاي الاساسيات على مدى تنشط العقل ما لك وصير ذكي ان كانت قبل الوجبة بنص ساعة او ساعة وان كان صباحا وهي اهم شيء صباحا طبعا سمام الفيتامينات الفيتامين الثاني اللي خليه عقلك شغال مية بالمية فيتامين بيتولف معروف بيتولف هو سبب الخمول اي انسان عنده خمول ان كان بتمرين او بدراسة او ذكاء او نفسيا ففيتامين بيتولف هو الاساس وطبعا حتى لو زادت الجرعة ماكوا اي مشكلة اذا زادت الجرعة ابتسام تكستيريا مذنك خلاصنا من السؤال اول السؤال الثاني هل اقدر عدم التزام بالوجبات الصحية بينه ان العضل شخص يقول لي انه اذا ما التزم بالوجبات الصحية اقدر اطلع عضلات اي تقدر اطلع عضلات ماك مشكلة بس المشكلة بين الاكل الصحي والاكل السيء هو الكلوتين والسكر المركب يعني مو معقول ان يجيك واحد يأكل كلوتين مثلا خبز والمعدة ماتة راح تهضم الاكل وتوصل العضلات بشكل طبيعي لا يعني الكلوتين هذا راح يسوي تخمة بالمعدة ما يخلي جسمك يتغدى بشكل صحيح عارت عليه شلون فهي المشكلة الفرق بين الشخص اللي يأكل اكل صحي وشخص اللي يخبص بالاكل ماتة السكر النباتي اللي موجود بالفاست فود هذا الزيت ما زيت وهي السوالف هذا كله يسوي بلوق على الكبد هاي المشكلة بالاكل الصحي بينما انتذا ما عندك احسن من ما تجوع اكل مثلا يجي علي واحد يقولي كابتن اذا ماكو اكل صحي اجوع ما عليش اصبر لا اكروحو كل كنتاكي احسن ما ضربك اجوع ويرتفع عندك الكورتزول وتخرب الدنيا عدنا سؤال الثالث اتمنى بين الفرق بين الشخص الذي يستعمل هرموناتو الشخص بين الشخص الذي يستعمل هرموناتو الشخص اللي ياخذ هرمونات مو مثل الطبيعي هنا السؤال يقول بانه اريد اعرف الفرق التمارين بان الشخص اللي ياخذ هرموناتو شخص طبيعي مو معقولة يجيك شخص ما ياخذ هرموناتو يتمرنو يا شخص ياخذ هرموناتو هنا رح يدمر جسمه رح يهلك جسمه عرفت علي شنون ابو الهرمونات مرتاح يعد ابو ال 15 و بال 20 عنده انرجي الهرمون تخليه عصبي خليه يرفع عوزان عنده ركوفري من الهرمونات اكو ناس تدخنوا عندها عضلات اكو ناس ما تناموا عندها عضلات دام انه ياخذ هرمون بس خليه يوقف الهرمون كله فش فالطبيعي يظل احسن هذا قانون منتهين من عنده سو ابو الهرمونات مستحيل تقدر توصي لازم تحترم الطاقة اللي موجود بها جسمك لانه احنا رادي نكبر العضلات تكبر العضلات مو معناه انك تتمرن تمرين ابطال لا تتمرن علاقة تغذيتك تاخذ هرمونات تمرينك قوي تاخذ سابلمانت بندون هرمونات تمرينك اقل لا تاخذ سابلمانت ولا تاخذ هرمونات لقد تخاف التمرين يكون اخف بعد هذا الفرق بين التمرين اللي ياخذ هرموناتو لما ياخذ هرمونات السؤال عندنا هنا هل كثرة الانقطاع عن التمرين تأذي الجسم يعني اتمرا نسنة كاملة بعدي Fallout انت انقطع لمدة ستة شهر وترجع للنفس لا العضلة بها ذاكرة عضلية العضلات فيها أكو شيء اسم ذاكرة عضلية لا تخاف لما ينقطع جسمك خلي براسك شغلة لما ترجع للتمرين رح يرجع جسمك أحلى من قبل الذاكرة العضلية لح ترجع بسرعة يعني تارك سنة وراجع للتمرين شهر واحد تجيب السنة كلها ترجعها بس أهم شيء أنك تمشي بنظام صحيح أهم شيء تمشي بنظام صحيح والكواليتي مع العضلة يصير أحسن من قبل سألت تهتمون هذا الموضوع أنه أترك وأخرب واسي وأرجع من الصفر لا حتى لا ترجع من الصفر أرجع تمارينك القديمة نفسها بس أهم شيء تنتبه على أوزان خمسة يقول لي ما هي أهمية المعادن والفيتامينات في بناء العضلات الفيتامينات والمعادن والله العظيم يا شباب بعرف ناس تأخذ هرمونات بس مجرد أنهم وقفوا الفيتامينات أو وقفوا لنوع واحد من الفيتامينات جسمه ولا ولا يتطور خلاص وصل لمرحلة ويوقف لأنه بولوك يشتغل لمرحلة معينة ويوقف أنت كل ما تطور جسمك جسمك رح يحتاج أكثر وأكثر وأكثر يعني المبتدئ يختلف استخدامه عن المتقدم بالفيتامينات سوى الفيتامينات المهمة وضرورية بشكل عام للاعب كمال السام فيتامين دي فيتامين سي وزنك هذاني الأربعة فيتامين دي فيتامين سي وزنك هذاني الأربعة ما تقدر تستغني عنها أبدا أكد ثانيات هواية شغلات ضرورية طبعا بس أحنا قاعد نحكي على يعني من تفوت على الجيم هذاني لازم يكونها عندك عاليات هنانا السؤال يقول أن تمارين الأرجل للناس اللي عندها انزلاء غضروفي انزلاء غضروفي من شنو إيجاب هاي أول شغلة ثاني شي لازم نعرف المستوى ما الانزلاء الغضروفي اللي صار عندك لليوم أكو أبطال مستر أولمبيا مايلعبون حتى السكوات تمام ليش لأنه هواية ناس بغض النظر على أنه هو متقدم بس التمرين السكوات مات يظل يغلط به يظل يغلط به سو أنت حتى لو عندك انزلاء غضروفي مو مطلوب منك ترفع أوزان أنا لوما أصور تماريني مرات بالأوزان العالية فيك بس بصراحة فيك بس أو عندي طاقة لعب لي تمرين السكوات وخلاص أصورك وانتهى الموضوع بس الأصل الأصل ما أرفع أوزاني بالرجلين الرجلين التكنيك والتكرارات الصحيحة هي لتطور عضلات رجلك تمام سو تقدر تتمرن حتى لو عندك انزلاء بس على حسب مستوى انزلاء اللي عندك المشكلة اللي عندك حسب مستواها إذا يضرب على العرق إذا يؤذي رجليك إذا يسبب لك همول جنسي إذا يسبب لك ألم بالرجلين هذا حساب ثاني ما يصير هنا لازم تعالج الموضوع بس بشكل عام تقدر تتمرن بس مو شرطة لسكوات تقدر تتمرن الليكبريس أوزان معتدلة تقدر تتمرن السكوات أوزان معتدلة مع استناد الظهر بالهاك سكوات تقدر هناك هواية تمارين هنا أنا يقول لي كيفية الحفاظ على الجهاز الهضمي للرياضي وصحة الأمعاء ثم ما هي أحسن طريقة وما هي أحسن مكملات الحصول على المساعدة هاي السؤالين فكيفية الحصول على استشفاء الجهاز العصبي كيفية الحفاظ على الجهاز الهضمي الرياضي لاعب كما الأسام إذا يريد يحافظ على الجهاز الهضمي وما يسبب لمشاكل يأكل وجبات صغيرة يأكل وجبات صغيرة لأن الوجبات الكبيرة يسبب لشيء eastis belki التخمة التخمة أن المüğنة ما تلحق تهضم الوجبات الصغيرة سريعة الهضم لاعب كما الأسام ما عنده تلذف وجبات مثل الإنسان العادي ليعب كمالسام يجب لي يأكل على مدار النهار لما يجي واحد يسألي كم وجبة تأكل لي جاوبه لي جاوبه يجي عليها يا شخص يقول لي خمس وجبات لا ما يقدير غTC قل لي خمس وجبات لأنني ما أدري شك misinك الاسناكات عندك الوجبات الصغيرة عندك العصير هاي كلها أعتبرها وجبات كلها أعتبرها وجبات دام أن الأمين يشعر بالجسمك على مدار النهار عصير هو أمينه السندويشة هو أمينه السناك هو أمينه شوكليت البروتين هو أمينو شيكل البروتين هو أمينو فهذا كله اعتبره أمينو جسمك يظل هاضم على مدار اليوم على مدار سبب لك تخمة فهيش انت تحافظ على الجهاز الهضمي ولا معاء صحة لا معاء طبعا لا معاء نفسها ما هي طريقة لحسن المكملات والمساعد المساعدة للاستشفاء العضلي المكملات حسب حاجة جسمك ما تقدر اي شخص يختلف عن الثاني اللي عنده دهون ما يأخذ كرياتين اللي ما عنده دهون يأخذ كرياتين دهون يأخذ بروتين من دون كاربوهيدرات اللي ما عنده دهون لازم يأخذ بروتين فيه كاربوهيدرات كل شخص حسب حاجة جسمك كم تمرين للعضلة الكبيرة وكم تمرين للعضلة الصغيرة هذا اللي رح يرجعنا للسؤال الثاني انه شنو اللي يتأخذ هرمونات يتمرن مثل هات ما نقدر نقول هذا الكلام كم تمرين بس بجنيرال بشكل عام الصدر مو مثل الرجلين العضلة الكبيرة مثلا لتمرين الرجلين يتمرنها أربعة تمارين بس ومرات ثلاثة بس شنو التمارين قاسية جدا تمارين قاسية ما أحط عشر تمارين وأتمرن الرجلين وأدمرها من التعب وأدمر جسمي من التعب والاستشفاء ما لها يراد لأسبوع على موضي طيب العضلة لا أنطيها ثلاث تمارين قاسية على موضي سير بها استشفاء للثلاث تمارين اللي لعبتها مو عشر تمارين وأطلع عاحبي من الجيم فرحان بنفسي وانا لعبت رجلين شوك تطيب رجليك؟ شوك تبني جسمك؟ ما يصل عندك ركوفاري؟ هذا الكلام غير صحيح الأكتاف عضلات تختلف عن الصدر الترايسبس يختلف عن البايسبس بشكل عام العضلات الكبيرة نتمرنها مرة واحدة بالأسبوع والصغيرة مثل الكول في البايسبس والترايسبس نتمرنها مرتين مرة أساسية ومرة استثنائية المرة الأساسية شنو هي؟ المرة الأساسية مثلا أنا ألعب صدر ولعبويا ثلاث حركات الترايسبس مثلا صدر وثلاث حركات الترايسبس طبعا حسب مسؤول تغذيتي وراها بثلاثة أيام بعد الاستشفاء العضلي اللي أعرفه صار للترايسبس أنطي تمرين واحد للترايسبس ويأي عضلة كانت بس أهم شي عبره ثلاثة أيام البايسبس تمرينيا لعبته بعد ثلاثة أيام أنطي تمرين واحد للبايسبس بداخل هذا الأسبوع عم بسوي الكولفر والكولف بنفس الشكل شون أتعامل مع العضلة الضعيفة من ناحية التمرين العضلة الضعيفة أعرف بأنه هي ما صار الضعيفة ألا بسبب الضغط مالكي العضلة الضعيفة ما صار الضعيفة ألا بسبب الإجهاد اللي قاعدة تخليه لهذه العضلة العضلة الضعيفة تحتاج راحة تحتاج ستريتش بشكل صحيح العضلة الضعيفة ريحها العضلة الضعيفة مو تجهدها بالتمرين أنت لو ما تجي تضغط عليها بالتمرين تخيل أنه الصدر تلعبها مرتين بالأسبوع ثلاث مرات بالأسبوع ما يصير بي؟ ما يصير بي استشفاء عضلي العضلة تنهار تتعب تمام؟ الضعيفة الضعيفة إذا أريد أكبرها أمطيها تمرين قوي بس أريحها أسبوع كامل على موضة الطيب هو اللي راح يقول لك سبع ثلاثة أيام ثلاثة سبعين ساعة صحيح الكلام هذا بس المن تأخذ هرمونات إنت تأخذ سوال في هاي البروتينات والسابلمنت حتى لو تأخذ أنت تريد سائز أنت تريد حجم تريد شكل عضلي فهاي حسابات تختلف من شخص لشخص سوال شكل اللي أقول لكم العضلة إذا تحسون العضلة ما تقعد تكبر بشكل صحيح رايحوها بالتمرين خففوا عليها التمرين اللعب تمرين قوي بس قلل التمرين وهنا أنا يقول أنه شلون ندرب العضلة بشكل الكالف بشكل صحيح يا شباب الكالف هذا يراد أننا نسوي عليها فيديو كامل عضلة الكالف تحتاج أنه نسوي عليها فيديو كامل على متمرين الكالف هواية ناس يفكرون أن الكالف أحنا شنو قلنا أحنا قلنا بأنه الكالف يكبر بستريتش عضلات كلها تكبر بتمارين الاستطالة تمارين استريتش استريتش للكالف منين يصير مو من جوه استريتش الكالف يصير من باطن الركبة من وراء وهذا إن شاء الله أسوي لكم بفيديو لأنه شرح يراد لهذا الموضوع وأشوفكم بأسئلة ثانية إن شاء الله ما أقصروا إياكم